السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا حبيبي يا رب كلكم طيبين وبخير اهلا بيكم جميعا في قناتي مر وزهرة ان شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو خاص بالصف الرابع الابدائي في مادة اللغة العربية هنشرح مع بعض المبتدأ والخبر مع المفرد ومع جمع التكسير ومع جمع المؤنس السالم وانحل التدريبات عليه قبل مبدأ الفيديو بتمنى كلكم تدعموني باكبر عدد من اللايقات للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا اشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي انا هنزلها ان شاء الله وقولوا اسمائكم في التعليقات على الفيديو عشان اقولها المرة الجاية بإذن الله في بداية الفيديو القادم اول حاجة النهاردة هنشرح مع بعض المبتدأ والخبر مع المفرد احنا اتفقنا مع بعض ان الجملة الاسمية بتتكون من ركنين اركان الجملة الاسمية هما المبتدأ والخبر ودايما بيكونوا مرفقين دي اول حاجة عايزاك تكونوا عارفينها وكمان عند نقطة لازم تكون انت عارفها النقطة اللي انا عايزاك تكون عارفها ان الخبر دهو كلمة عمري ما ييجي فيها الف ولام ابدا استحال الخبر يكون في الف ولام ابدا دي اول حاجة الحاجة التانية كمان المبتدأ دايما بيكون في بداية الجملة لكن الخبر ده ممكن ييجي بعد المبتدأ على طول او ممكن يجي بعد المبتدأ بكلمتين او في نهاية الجملة الخبر ده بيكون حسب مزاجه ودايما بسأل المبتدأ ما لك الخبر يرد علي بالكلمة بتاعته يعني عندي الجملة هي الظهرة مالها عطرة الظهرة الظهرة دي ما اجي عارفها بقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعي الضمة عطرة دي خبر مرفوع وعلامة رفعي الضمة وبيقول لي ان الضمة دي هي علامة رفع المبتدأ والخبر لو كانوا الاسمين مرفوع مفردين لو الكلمة دي مفرد والكلمة دي مفرد بقوم ايلا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعي الضمة خبر مرفوع وعلامة رفعي الضمة وبدأ يديني مثاله بيقول لي حدد ركني الجملة الإسمية أول ما شوف كلمة ركني الجملة الإسمية دي يبقى لازم تكون عارف يا حبيبي أنت هو أنه هو عايزك تبدأ تعرف لي أو تبدأ توضح لي المبتدأ فين والخبر فين الإبن بارون الإبن دي مبتدأ بارون خبر الشارع واسع الشارع مبتدأ واسع خبر الأب مهتم بأبنائه الأب ماله الأب مهتم القصة الخيالية جذابة القصة هنا مبتدأ كلمة جذابة هي الخبر وقوع حد يقول الخيالية هي الخبر أنا قلت لكم استحال الخبر يكون في ألف ولا بعد كده بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين الرياح الرياح شديدة بيكون خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة مكزه كويس جدا في علامة إعراب الخبر المفرد وعلامة إعراب المبتدأ المفرد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة البيت نظيف الطريق مزدحم السيارة سريعة المطر المطر غزير القمر القمر منير ده المبتدأ والخبر ويجايب لي نشاط رقم 9 وبيقول لي أكمل الجملة الإسمية الآتية بالركن الماقص كالمثال وعايز أني أبدأ أحط سواء أحط مبتدأ أو أحط خبر وبين علامة الرفع والسبب أول حاجة الجملة الأولى بيقول لي الأمة العربية متحدة وجاب لي بقى أنا هتكلم على الجملة الكلمة اللي أنا بحطها الكلمة اللي ما هو حطالي هنا دي الكلمة النوحة الخبر وعلامة الرفع بتاعتها الضمة والسبب لأن الكلمة دي مفرد أنا قلت في الجملة التانية الكتاب مفيد والكتاب هنا دي كلمة الكتاب دي هنا مبتدأ نوحة نية مبتدأ وعلامة الرفع بتاعتها الضمة والسبب أن هي مفرد العامل المصري قلت مجتهد وقلت مجتهد دي هتبقى خبر وعلامة الرفع تبقى الضمة والسبب ان هي كلمة مفرد كلمة القصة دي كلمة مبتدأ وعلامة الرفع بتاعتها الضمة وكمان السبب ان هي مفرد بعد كده ده إعراب المبتدأ والخبر مع المفرد هي اتنقل رقم اتنين على إعراب المبتدأ والخبر مع جامعة تكسير قبل ما ابدأ في كلمة اعراب المبتدأ والخبر مع جمع التكسير مش معقول انت بقى تكون مش عارف يعني ايه كلمة جمع التكسير قلت لك جمع التكسير ده يعني كلمة ما بيكونش لها نهاية سبتة لنهايتها واونون ولا ياونون ولا الف وتاء بيكون لها نهايات مختلفة عشان كده سميه باسم جمع التكسير يعني من اسمه يعني نهاية متقصرة مالوش نهاية سبتة وكمان عايزاكوا تكونوا عارفين كلمة جمع التكسير دي كلمة بسيطة قوي 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 يعني مثلا حضيقة حتى الجامعة بتاعها حضائق كلمة شجرة أشجار كلمة مثلا ولد أولاد دي اسمها الجمع التكسير وجايب لي هنا أمثلة بيقول لي إيه العمال مهارة الأصحاب إخوة العلماء أسكياء وبيقول لي المبتدأ والخبر في الجمع السابقة جمع بينتهب إيه هل انت شايف قدامك دلوقتي فيه وونون فيه ألف وياء فيه ياء ونون لا طبعا دي كلها نهايات مختلفة عشان كده ده بقول عليه أن ده جمع تكسير المبتدأ والخبر في الجملة السابقة ده جمع تكسير علامة رفع المبتدأ والخبر في الجملة السابقة العلامة بتاعته بيرفع بعلامة رفعه الضمة لازم تكونوا مركزين أن المبتدأ والخبر بيرفع بعلامة رفعه الضمة مع المفرد والمبتدأ والخبر بيرفع وعلامة رفعه الضمة مع جمع التكسير المبتدأ والخبر بيرفع وعلامة رفعه الضمة مع جمع المؤنس السالم ركزوا في الثلاث حاجات دول كويس جداً قوي 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 المبتدأ والخبر بيرفع وعلامة رفعه الضمة مع المفرد مع جمع التكسير مع رقم ثلاثة جمع المؤنس السالم بيرفع وعلامة رفعه الضمة بيرفع وعلامة رفعه الضمة وجايب لي هنا بدأ يكتب لي بقى كلام بيقول لي أكمل الجمل الآتية بجمع التكسير المطلوب مع ضبطه بالشكل كلمة ضبط دي يعني تحط الحرق عليه اللي هو بيكون إيه بتكون عبارة عن زي ما انتوا شايفين كده بتكون عبارة عن ضمطين الوقو المقلوبة دي بيبقى قصده اللي بيبقى عملها كده دي قصدها ضمطين يعني تنوين بالضم مع القبر هو بيقول لي هوت أكمل الجمل الآتية بجمع التكسير المطلوب الكتب وكلمة مفتاح العلم جاي عايزني بقى جيب الجمع بتاعها تبقى الكتب مفاتيح العلم الآباء رحماء بأبنائهم الآبار كنوز تحت الأرض الأشجار عالية الألوان زاهية الألوان زاهية الأشجار عالية بعد كده هنا بقول الحقول خضراء بعد كده جايب لي بقى بيقول لي أكمل اقرأ الفقرة الآتية ثم أكمل الجدول كالمثال طلبت منا المعلمة كتابة أربع جمل اسمية تصف ما شاهدناه في رحلة المدرسة إلى العاصمة الإدارية الجديدة فكتبت العمائر شاهقة هذه أول جملة والحضائق واسعة والأشجار مورقة والعمال سعداء بعد كده جايب لي هيت بما يصنعون العمراء العمائر دي مبتدأ وعلامة رفعها الضمة والسبب أن هي جمع تكسير الحضائق عندي كلمة الحضائق هي دي برضو كلمة مبتدأ وعلامة الرافع الضمة وأن هي جمع تكسير برضو مورقة دي خبر وعلامة الرافع الضمة وهي جمع تكسير برضو كلمة سعداء والعمال سعداء دي خبر وعلامة الرافع الضمة والسبب أن هي كلمة جمع تكسير يبقى أنا دلوقتي استفت أن الجمعة المبتدأ والخبر مع المفرد بيرفعوا علامة رفع الضمة المبتدأ والخبر مع الجمع التكسير بيرفع وعلامة رفع الضمة رقم ثلاثة المبتدأ والخبر مع جمع المؤنس السلم زي ما قلتلكم بالضبط بيرفع وعلامة رفع الضمة بس لازم أكون بعرف أحدد جمع المؤنس السلم وهو كلمة جمع تمتهي بألف وتاء زي كلمة الفتيات مهزبات العازفات ماهرات الشاعرات مبدعات وبيقول للمبتدأ والخبر في الجمل السابقة جمع بيمتهي بألف وتاء المبتدأ والخبر في الجمل السابقة ده جمع مؤنس سالم علامة رفع المبتدأ والخبر في الجمل السابقة هي العلامة بتاعته هي علامة الضمة لازم تكونوا مركزين شايفين بقرارها كتير ازاي بيرفع المبتدأ والخبر مع المفرق بالضمة يرفع المبتدأ والخبر مع جمع التكسير بالضمة يرفع المبتدأ والخبر مع جمع المؤنس السالم بالضمة لازم تركزوا دي الحدودة بتاعت الدرس بتاعنا النهاردة بعد كده بيقول لي الباحثات أكمل الجمل الآتية بجمع مؤنى السالم مع ضبطي بالشكل الباحثات مكتهدات نحط على الضمطين الصادقات محبوبات الفلاحات نشيطات الأمهات رحيمات أهي قدامكم بعد كده الأديبات مشهورات أهي قدامكم وهنا عندكم ضمتين الطائرات محلقات بعد كده جايب لي اقرأ الفقرة الآتية ثم أكمل الجدول كالمثال أقامت المحافظة معرضا للأسر المنتجة وكان معرضا رائعا بحق المجغولات جميلة والملابس رخيصة العاملات رباط بيوت والعارضات سعيدات بالحاضرين المجغولات قال دي مبتدأ وعلامة الرفع الضمة والسبب أن يا جمع مؤنى السالم الملابس الملابس هي دي كلمة خبر كلمة الملابس الأول رخيصة دي كلمة مبتدأ عفوا دي مبتدأ وعلامة الرفع الضمة ودي كلمة الملابس دي جمع تكسير نركزوا بقى عشان هنا إيه نخبط الكلام بقى عشان تبدأ أنت تعمل من هذا كلمة العاملات دي كلمة مبتدأ قدامكم هي كلمة العاملات ودي علامة الرفع بتاعتها الضمة ودي جمع مؤنى السالم العاملات سعيدات والعارضات سعيدات دي كلمة خبر وعلامة الرفع الضمة والسبب كلمة جمع مؤنى السالم كلمة سعيدات دي شرح المبتدأ والخبر مع المفرد وجمع المؤنس السالم وجمع التكسير ربكم قدمتلكم علومة مفيدة دعواتي لكم جميعا بالتوفيق والنجاح كنت معكم مروة زهرة